لم تستثني ميليشيا الحوثي شيئاً في حربها على اليمنيين فمن سياسة القتل والتهجير التي طالت مئات الآلاف من المواطنين القاطنين في أماكن سيطرتها إلى تفجير البنى التحتية والخدمات الأساسية كالمدارس وخزانات المياه هنا في مديرية حرب التابعة لمحافظة حجه كشف مقطع فيديو عثر عليه داخل هاتف أحد عناصر الميليشيا عن قيام الميليشيا بتفجير المدارس وخزانات المياه في المديرية المقطع الذي يحوي اعترافات لخبير متفجرات حوثي يدعى أبو حسين يظهر فيه وهو يشرح لاثنين من عناصر الميليشيا عن كيفية قيامه بتفجير مدارس وخزانات مياه ما يثبت تورط الميليشيا في تفخيخ منشآت مدنية وتفجيرها يؤكد مقطع الفيديو الذي عثر عليه إلى ما ذهبت إليه العديد من التقارير الحقوقية التي أكدت تعمد استهداف الميليشيا للبناء التحتية كالمدارس وخزانات المياه وهو الأمر الذي ترتقي فيه هذه الجريمة إلى مستوى جرائم الحرب منذ انقلاب الميليشيا على الدولة عمدت الميليشيا أيضا إلى تحويل المدارس والمباني العامة إلى سجون لمعارضيها وهو الأمر الذي تسبب في خروج ما يقارب عن ثلاثين في المئة من المدارس عن الخدمة وفق تقارير تربوية وعمدت الميليشيا خلال معاركها مع القوات الحكومية إلى تفخيخ المدارس والجسور وخزانات المياه لمنع تقدم القوات الحكومية وحرمان سكان تلك المناطق من الخدمات الأساسية بعد مغادرة الميليشيا لتلك المناطق ترجمة نانسي قنقر